اقول لي حضرتك مبسوط. مبسوط ولا مش مبسوط? مبسوط ولا مش مبسوط? مبسوط ولا مش مبسوط? ايه اللي بست حضرتك? الخير ده إيه ده ؟ انت مصري او منح انت? انا مصري. مبسوط انت? الحمد لله. اذا انت مبسوط انا مبسوط. قل لي حضرتك مبسوط? لا انا مش مبسوط. لا انا بجد مش مبسوط ليه طيب. هو ده السؤال بس انا بشوف الناس مبسوطة او مش مبسوطة? لا مش مبسوطة. لو حالك عايز تنفل العربية ماشي? طيب هو سؤالي لحضرتك. حضرتك مبسوط? ايه? من الحياة عموما! صراحة لا. انا مش مبسوطة والله ربنا اعلم. اه. ربنا اعلم يا حبيبي. طيب ايه اللي مش بسط حضرتك? ايه? ايه? اللي مش بسط حضرتك? اعرف فاجيب كل حاجة بالعذاب اهو. اه. كل حاجة بالعذاب وكل حاجة غالية. هنقمي ليه دس. ده بس اللي مدهل حضرتك. اه بس. حضرتك مبسوطة. مبسوطة من اللي احنا في ده. اه. من الغالة اللي فيه ده طبعا لا. احنا في عذاب بصراحة. يعني مش عارفين نعيش. كل حاجة غالية. كل. ما فيش حاجة ابدا خالص رخيصة. يعني هنعمل ايه في اللي احنا فيه ده وقت. انا بيب بقت بسبعين جنيه. يعني ده عيشة تنفع. الكهرباء غالية. المية غالية. كله غالية. هنعيش ازاي يا فندي. قولي لي حضرتك مبسوطة? اه الحمد لله. ايه اللي بسط حضرتك? ايه الحاجات اللي جبتيها ومستاكة او كده? وجبتوا نقطة العيش. تمام. فالتموين ونقطة العيش ده كان مناسب لحضرتك? اه طبعا. ده بيوفر لك قدي ايه فلوس تقريبا? يعني دي ستقول لها بيوفر لحوالي مية وخمسين جنيه والله. رب وايس جدا. مية وخمسين جنيه من السماء دول بسطين حضرتك. طبعا. ربنا اديك الصحة يا رب. والله يا الواحد لازم يرضى بقسمة ربنا ونصيبه. لازم يرضى. حضرتك راضي? انا راضي الحمد لله. الواحد بسحة اهم حاجة طالما بسحة خلاص وبقى مفسوط. والله احنا نقول الحمد لله بس مش مفسدين طبعا. ايه اللي مش باستك? خلنا حاجة. الغالة اللي احنا فيه والحياة اللي احنا بينا فيها. فاقم السرفيزة اللي كنت بعمله بربع مية بسطين جنيبة يتبع منه بقالكم بدين جنيدة بقى. طب انت عشان تقمي السرفيز فتبقى زعلان كده? حياتك او ماشي ازاي. الشباب قاعد من غير شغل. الا هو مليانة. طب انت حياة انت شخصين بتشتغل او متشتغلش? لأ شغال الحمد لله. طب مش مفسد ليه بقى? اه عشان الناس وانا مبسط لوحدي. قللي حضرتك مبسوط? لا. من ايه هبقى مبسوط يعني انا راجل سباك ساحي وقعد بقالي جي خمس ست واشر. مفيش شغل خالص. وابني في الجامعة. وابني التاني هدخله ازراعه ومش عارف. وبنت هتخش يا اهيات ومش عارف اجهزها ازاي لادوات كارباة كلها غالية وكل حاجة غالية. هنعمل ايه تاني? مش عارف. والانبوبة النهاردة بخمسين جنيه. هنعمل ايه تاني? واللحمة اللي هو منزلنا الجيش دي كلها وبرضو الجزارين مفيش فايدة. كله اللحمة كبير بسبعين جنيه. والصغير بمية جنيه. طب انا عندي اربع ايال واموهم. هنعمل ايه يعني مش عارف انا. انت وفيش عيه عناصر بحجة في حياتك? لا والله. السكر بتمية جنيه. اللحمة بمية جنيه. حضرتك مبسوطة? الحمد لله. رادية عن عن الدنيا اللي احنا عايشينها? نقول الحمد لله. مفيش حاجة مزعلة حضرتك? لا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تحب داب تقولي اي حاجة? لا الحمد لله. نقول الحمد لله على كل شيء. وسحنا عندنا زي ما قال يوسف داود الله يرحمه. كنت سبت الحمد لله. الحمد لله. الف شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا